خلينا بقى ننتقل إلى كرات القدم ونعرف أن أنت أيضاً عندك معلومات كثيرة فيما يخص مرسيل كولر وطريق التعامل مع اللاعبين في أرض الملعب بصك أبتالي سلام مرسيل كولر مش مجرد مدارب يعني مش حد جاي يأكل عيش أو يقول لا أضرف بلد سنة أو سنتين لا الراجل جاي عنده فكره معين بيتعامل مع اللعيبة كمدير فني وفي نفس الوقت كلايف كوتش أو بيتعامل معامل أنه هو راجل معد نفسي قبل ما يكون مدارب كرة القدم نعم بيقعد مع اللعيبة كلها لعيب لعيب وبيتكلم مع اللعيبة في بعض الأمور الخاصة بعض النواقص اللي عند اللعيبة محتاج ينفذ إيه يكفي أن أقول له حركة يعني النهاردة الراجل كان عامل تدريب خاص لبير ستاو أوكي ومقتنع جداً ببير ستاو بعد ما شافه يعني هو الراجل يعني شايف أن الفرقة كلها لازم يستفيد منها أوكي المجموعة اللي موجودة معها يستفيد منها وشايف أن كل لعيب عنده حاجة ممكن يضيفها للفريق لازم يكون جاهز فنياً وبدانياً ونفسياً للمشاركات والتحديات اللي عندنا دي الأهل الفترة الجاي كون أنا مدير فني لما بسأل على لعيب ويتقال للعيب مثلاً بيفكر في كذا أو إحساسه كذا أو كلام ده فنديله اهتمام وأقول له أنت مش تلعباً لما تبقى سليم مية في المية ولما كمان يجهز ويشارف بشكل كامل مع الفريق في التدريبات أجيبه الفريق كله راحة يعني فرقة الأهل كلها النهاردة أجازة فيجيب بيرسي تاوله واحده ويوصل له رسالة أن أنت لعيب مهم عندي لدرجة أن أعملك تمرين وأنا بنفسي اللي موجود أنا والجهاز المعاون وبنشرف على التدريبة دي جهاز فني كامل كان بيدرب منتخب كبير مع حاجة منتخب النمسا بيبقى موجود في التدريب وقعب بيتابع تدريب بيرسي تاوله واحده دي رسالة للعيب أن أنت عنصر مهم عندي عامل نفسي أو دافع نفسي بجد الدوافع بتاعتمد لعيب أن أنا محتاجك الراجل بيحاول جهز بيرسي تاول ممكن ما يكونش بيرس تاول هيلحق ماتش الإسماعيل وممكن ياخد جزء من مباراة الأسوان لكن التارجد بتاع مرسيل كولر مع بيرس تاول أنه محتاجه طوال الموسم وفي مباراة السوبر يوم 28 أمام نادي الزمال فالراجل بيتعام بشكل كويس جدا مبارح مثلاً مش النهاردة خدم رقفة خليل وكوكا وعمل لهم تدريبات خاصة برضو هو مخطط الأحمال والمدرب المساعد واشتغل معهم حوالي نص ساعة أو أكتر لوحديهم اشتغلوا مع الاتنين اللعيبة على بعض النواسل اللي عندهم على بعض الأمور الفنية على بعض الأمور البدنية وده برضو بيوصل مسجد لاتنين اللعيبة صغيرين إن انتم موجودين معايا في الحسبان أنا شايفكم كويس أنا شغال عليكم عشان في وقت من الأوقات لما تاخدوا فرصتكم تثبتوا للناس إن انتم عنده كتير الرابط بيعمل حساب حتى علي معلول لما يسافر كاس العالم وارد جدا أو الأقرب أن يعتمد على رأفة خليل والنادر أهلي كمان بيعد رأفة خليل وأنا شاف رأفة خليل واحد هيبقى من أفضل اللعيبة إن شاء الله مع النادر أهلي المسلم يمكن مدد له عقده حسب معلوماتي عقده كان يخلص بعد سنتين يتمدل حد 27-28 وده تأكيد على ثقة الأهلي في لعب زرافة خليل لبالك برده من أنت عندك اسم كبير جدا ممكن يبقى موجود في هذا المكان محمد أشرف أيمن أشرف وأيمن أشرف يعني أيمن أشرف ببالي فترة يطلع من الأسلوبة لكن هو راجل مختنع برأفة وشايف واحد من اللعب المميزة ورفض إن هو يخرج عارب النهاردة الأهلي بيمدد عقد رأفة خليل وبيوصل لرسالة إن إحنا متمسكين بيك وإن إنت هيكون لك شأن كبير وده نقطة أكتسامل متكلم فيها إن الأهلي مش قصة ثلاث صفقات أو أربع صفقات أو عدد صفقات معين لا أنت عندك لعيبة صغيرة طالع مع الفريق عندك لعيبة راجعة من أعراض عندك لعيبة راجعة من إصابات كل دي مكاسة والأجازات بالضبط غير فترة الراحة للفرقة خديت أنا متفائل الأهلي شكله حلو قدام اتحاد المنستيري في مطشين الزياب والعودة فيه شغل في الملعب بيبان وفيه تاك تجبين في الملعب فيه حالة فوقان عند اللعيبة اللي كان موجود في اللستاد في مطش الأهلي والتحاد المنستيري الأخير الأول مبارح فيه حالة غريبة فيه حالة تفاقل فيه حالة من الدعم من جمهور النادي الأهلي اللعبة نفسها مستمتعة وهي في الملعب الناس كلها اللي موجودة في اللستاد حاسة أن فيه شكل مغير للفرقة الراجل بيبدأ بتشكيل المطش العودة بيغير في التشكيل وبينزل اتنين اللعيبة ما فيش أي تأثير على شكل الفرقة كورتك اللجومة موازة جدا دفاعيا الحمد لله ما تلقتش أهداف الراجل دايما بيجدد دوافع اللعيبة عن طريق الحافظ سواء بقى حافظ مادية حافظ معناوية بس هنا الناس هتأخذنا الاتجاهة تقولك يعني ده عامل تتكلم كده بتكلم عن سوبرمان يعني لا من سوبرمان بنتكلم بناء على اللي بنشوفه بعينينا والكلام اللي ما تتكلم مع حد من اللعيبة مثلا كانت فترة وفترات بيشتكي من الحالة البدنية كان بيشتكي من أمور معانا اللعبة ده عامل تتكلم اني لا فيه احنا وقفين على الرجلين احنا ده أهم حاجة أو أهم كلمة أنا سمعتها برضو بالمناسبة من اللعبين احنا وقفين على الرجلين احنا حتة ان انت ممكن تلعب مطش وبعدها بثلاثة يام تلعب مطش ناني مش فرقة معانا الراجل شغال زي ما ترقى بسلام على الشغل البني وفي نفس الوقت الشغل النفسي اللي يخلي اللعبة كلها عايزة تنزل وتشارك وكل اللعب مستني الفرصة اللي ينزل يشارك فيها عشان يزبط نفسه وياخد مكان في التشكيل الأساسي طيب هل من الممكن أن نرى مش عايز أسماء لكن هل من الممكن أن نرى تغيرات هل هيبدأ بنفس التشكيلات اللي بيعملها الفترة الأخيرة يعني هو لعب خمس مطشات ثلاثة ودي واثنين رسمي في البطولة الأفريقية وبكرة أو بعد بكرة حيبقى أو خلاص بكرة در شوال الله الأربع هيبقى أول مباريات الدوري نعم مطش الإسماعيلي مطش الإسماعيلي أول مباريات الدوري هل لعب خمس مطشات تقريبا تقريبا كل شوت أو كل مطش بشكل مختلف هو يمكن استغل التلاثة مباريات دول أنه هو يجرب أكتر لعب أو يشوف أكبر عدد ممكن من اللعبة التلاثة مباريات الودية أه التلاثة مطشات الودية أمام بتروجيتو وأسوان والجيش التلاثة مطشات كل شوت كان بيلعب بتشكيل مغاير نعم لكن في مطش اتحاد المنستيري بدأ بتشكيل مطش العودة التشكيل بس هو طلع شهادي وينزل محمد شريف وحسب معرفة أنه هو كان عايز يستغل لحالة الاندفاع اللي هيكون فيها فريد اتحاد المنستيري ويستخدم سرعات شريف وفي نفس الوقت حمدي كان يبقى دفاعيا أحسن أو أفضل من عمر السلية وكان عامل حساب أن فريد تعان المنستيري ينزل ضغط وفي نفس الوقت يقدر يعمل الهجوم مرتدى عن طريق شريف ونجح أنه هو يسجل تلت أهداف وحسم المباراة من بدايتها يعني أو مشروط الأول بعد الفوز في تونس والفوز تاني في مصر فمرسل كلها من مدرسة اللي هو بيسبب التشكيل وبيحاول غير في أدي الحجوم مش عارف مش عارف أنا بشوف أنه لا من الممكن جدا أن أنت طالما هو الرجل بهذا الفكر اللي أنت بتتكلم عنه أنه يعني نزل لبيرس تاو مخصوص بيرس تاو واحد باللعاب المهمة جدا أيوة لا مش قصدي مش قصدي بيرس تاو إكس من اللاعبين هو نزله مخصوص فده معناه أنه هو بياخد باله من كل اللاعبين وفي الأخير هو عنده 30 لعاب مثلا موجودين معاه في القايمة بالناشئين بالبتاع حسنا بقول 32-33 فهو مطالب أنه هو المجموعة دي كلها أنا متخيل أنه هو عدد كبير من اللاعبين هياخد مباريات كثيرة بص يا كابتن أي فريق كبير بحجم النادي الآهل بينافس على بطولة دولي وبطولة كاس وبطولة سوبر محلي وبطولة دورة وبطولة أفريقيا وممكن بإذن الله يلعب سوبر أفريقيا أو كاس عالمي ممكن تشارك في السيزن الواحد في كاس رابطة ممكن في السيزن الواحد تشارك في 6 أو 7 بطولات أي مدير فن كبير يعني بيلعب في عدد البطولات دي لازم يفع عنده في كل مركز 2 أو 3 لعيبة مستوى مقارب لبعض مزبوط فكوني أن أنا جاهز اللاعبة كلها واخليم كلهم ستاند باي أن أنا لازل أي لعيف في أي لحظة يعني أنتوا أنا فاكر فترة حضراتكم تتلعب وكان في نفس المركز كان فيه محمد عبد الله كان فيه بركات صعب بلعب يمين وكان فيه أحمد صديق وكان فيه أحمد عادل جي بعد كده يعني في وقتنا فيه أربعة خمسة ناعتين نفس الأمر ناعت الشمال نص الملعب تلاقي شوقي وحسن مصطفى وحسام عشور بعد كده جي أنيس بجلبان وجي إينو وكان فيه استاكوز يعني فميزة الفرق الكبير لما مثلا يوقف عندك لعيب أو يغيب عندك لعيب للإصابة يبقى فيه بديل أفضل أو بديل مستوى مقارب ليه يبقى موجود في الملعب فأنا شايف أن مرسيل كولر لما يجهز اللاعبة دي كلها ويبقى مخالي اللاعبة كلها في حالة استنفار لمجرد أن هو يفكر يلعب بحد يعني احنا شوفنا مسعي سيس الشاحات نزل هو أفشى وشادي في مبارات اتحاد المنستير تلاتة قدوا مستوى محترم جدا ظهر أنهم فايقين عايزين يلعب بعد الأجازة خلاص بعد الأجازة داشت الكلمة دي بزاعة على الناس كتير انت كابتن تفتكر 2007 مع مستر مانو الجزي لما الفرقة برضو كانت مجهدة وما كانش فيه فترة راحة والرجل بعد مطش بعد بطولة الدوري ادى الفرقة كلها راح الأساسيين 13 لعب الأساسيين كلهم اتضام راحة أساسيين باتنين احتياطي أنا فاكر لقطة لحد دلوقتي الأهل بيلعب الزمالك في الفاينال والزمالك متقدم 3-2 والأباني راح على الخط بيشاور عالي زخرو بيشاور عالي زوز عالي رجله ولعب كتير من الزمالك كانت اشتاكت من ضعف اللياقة والأهلة سيدة المباراة في فرق اللياق واللي فرق مع الأهل الفترة دي في المطش ده أو مطش الإسماعيلي قبلي أو المباراة إن لعبت الأهل خدت فترة راحة سلبية بعيد عن كورة الخضب خالص فرجعوا كابتن عارف جعانين كور كلنا كنا عايزين يلعبوا عايزين يلعبوا عايزين يقدوا فده اللي فرق مع فرقة الأهل خلها جمعت بطولة الكاس مع بطولة الدوري ويكسبوا الزمالك في مباراة يعني اللي تابع بعد ثلاثة أمن أحلى المباراة اللي تلعبت للفريقين بالمناسبة مباراة هيلة مباراة تستمتع بها وفرتها الوقف على رجالها لحد الدينة 120